أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية الفترة الأخيرة شفنا تطور كبير جدا في السوق العقاري المصري سواء في كم المستثمرين العرب والأجانب اللي دخلوا السوق المصري وعملوا مشروعات كتيرة أو العدد الكبير كمان من الشركات المصرية اللي عملت مشروعات كتير بر وده طبعا بيقول لنا حاجة أن مصر بقت لاعب رئيسي في المنطقة سواء في المشروعات أو الشركات كمان اللي شغالة فيها ده هيكون يعني موضوع فكرتنا النهاردة مع عضفنا المهندس عبد الناصر طهر رئيس مكتب مصر بالاتحاد الدولي للعقار أهلا بحضرتك يخوان دم منور سهلا بيكي الله يخليك إن شاء الله يعني الحوار شايق جدا ولكن حب أبدأ مع حضرتك في البداية أعرف رؤيتك إيه للسوق العقاري بشكل عام هو طبعا السوق العقاري المصري ما يمكنش مقارنته بأي أسواق تانية في المنطقة أو حتى الأسواق المتقدمة والذات نطج كافي أو الأسواق المحيطة بنا وبتجبر دلوقتي السوق العقاري المصري المحرك الرئيسي فيه للعقار هو اعتبار المصريين إن المنتج العقاري هو منتج حفظ قيمة مالية فهو مش منتج عرض وطلب ما بيقومش على آليات العرض وطلب فقط هو بيقوم على حفظ القيمة مقابل التضخم عشان كده احنا شفنا زواهر غير متوقعة يعني رغم ارتفاع الأسعار ورغم ارتفاع التضخم وكده وارتفعت الأسعار للعقار بنسب استثنائية ما فيش تفارات حصلت قبل كده بالحجم ده إلا إنه في نفس الوقت المصريين راح اشتروا وبأرقام أعلى بكتير جدا وكمية منتجات وكمية مبيعات زادت طب الدافع ده كان إيه؟ الدافع إن أنا بحول الاستثمارات بتاعتي إلى استثمارات في ورقة عقارية إن القيمة العقارية مقابل قيمة العملة أعلى وأأمن فده كان محرك رئيسي جدا في السوق المصري يوم ما يقارنش بالأسوأ اللي موجودة حوالينا طيب إيه الفايدة وإيه العيب؟ إيه الفايدة اللي عادت علينا من الكده وإيه العيب؟ زي ما قلنا ده سلوك جير متوقعة أي سلعة بتاقلة بيبقى فيه تراجع عن الشرب بتاعي العقار ما حصلش فيه كده إيه طب الميزة في كده؟ الميزة إنه استمر ضخ المنتج العقاري في السوق والصناعات القائمة اللي حواليه والاحتياج والبيع والتداول والتنفيذ وكده استمر بنفس القوة في قطاع العقاري ما ضعفش ملقناش معدلات وطيرة المشاريع بالعكس دي زادت بالضبط فحجم الحركة الاقتصادية اللي مسببها سوق العقاري والصناعات المصاحبة له استمر كويس واستمر قوي يمكن زاد عليه كمان الإقبال بس في حاجة تانية بقى زادت أكتر من اللي كان موجود في السنتين التلاتة اللي فاته هو إن إقبال غير المصريين على شراء المنتج العقاري في مصر زاد بمعدل عالي جدا والسبب الرئيسي بتاعه هو ليه بيجي حد من الخليج بيشتري أكتر ما كان بيشتري قبل كده ليه يا فندم؟ لأنه القيمة بتاعة العملة خليته يشتري بشكل أحسن وأعلى يعني كان بيشتري حاجة بمليون أصبح قدرته على شراءها أعلى فبرضو لا أنه التصاعد السعري الأرباح اللي بيجنيها من شراء المنتج العقاري قدرته على الشراء بتاعته أعلى سعره بالنسبة للدول اللي هو فيها أفضل فكمان جات لنا قاشرائية إضافية خارج المنظومة بتاعة المشتريين المصريين فدي قيم إيجابية ما كناش نعرفها ما كانتش موجودة السمعة بتاعة المنتج العقاري المصري أصبح كل العالم العربي والخليجي بيبص عليها إنه سمعة منتج جيد جدا وإنه قدر يمتص حتى المشاكل اللي فاتت فالثقة زادت أكتر رغم أنه الوضع الاقتصادي كان مفروض تدي مؤشرات مش في الاتجاه ده أنا عايزة أرجع لأول نقطة حضرتك قلتها إنه إحنا كالقطاع العقاري أو التسويق العقاري بشكل عام في مصر إحنا لدينا فيه مثلا هوية فمش موجودة في البلاد الأخرى ولا نقدر نقول أي لا فيه طبعا وقاررنا مثلا سوق زي سوق دبي وسوق زي سوق السعودية وسوق زي سوق المصري هنا والأماكن التانية لا حنلاقي إنه إحنا طبعا المطورين أنا باعتبرهم المصريين المطورين شاطرين جدا قدروا يطوروا منتج عقاري بسرعة وكتير ومتنوع وكل مطور عنده شخصية وقدر يسلم ويعمل كوميونيتيز ويعمل حياة فيه رغم كل التقلبات اللي حصلت في الفترة الأخيرة وفي النهاية بيجوا الحد من الخليج أو المصريين حتى اللي بيشتغلوا برا بيلاقوا كواليتي بصراحة مرتفعة جدا مقارنة ببرا ومستقرة ومنتج مستوى جيد مش أقل بالعكس إحنا لو قررنا المنتج اللي طالع النهاردة من المنتج اللي طالع من عشر سنين هلقاء أكثر تطورون بكتير جدا حصل التفارات لدرجة إن هم بيبصوا على إنه يقتبس منه أو يقلده أو يحاولي نفسه المشروعات العقارية أو يعني الشركات بشكل عام كمان زادت بشكل كبير للفترة الفتحة حضرتك شايف ده إزاي يعني عائد إزاي على القطاع العقاري والله أنا كان ليا رأي إنه كان فيه ناس بتقول إحنا عايزين نحط كنترول على الشركات اللي تشارفوا العقاري والمشروعات ولا الشركات فقط على الشركات إنه لازم ما يبقى عندي أهل وطوار ووعد أعمله تصنيف وعمل كذا وأنا كان رأي إنه لأ لأنه إحنا لو هنشوف مثلا النموذج أولا أكبر نموذج حصل في مصر في التطوير العقاري كان التجمع الشديد الكبير حجما وشكلا في المطورين اللي نزلوا العصمة الإدارية العصمة الإدارية منتج ومدينة ومجتمع جزى المطورين كتير جدا هذا مشروع الدولة صحيح شجعت الناس إنها تنزل هناك الأولى الناس كانت مش واسقة لكن كل المطورين دول نسبة غالبة منهم مطورين ما كانوش في الصور العقاري قبل كده وجداد هل هم نجحوا إنه هم يطلعوا منتج؟ أه نجحوا وبنسبة نجاح ما حدش يقول إنها 100% بس نسبة نجاح مرتفعة جدا خصوصا إنه هم ما كانوش بيشتغلوا في القضاع العقاري قبل كده فيبقى أنا قدرت أولد من السوق ده خلال السنوات ديت وبالتحديد في منطقة العصمة الإدارية على الأقل لحجم 30-40 مطور غداد دخلوا السوق العقاري وبينفسوا وبيطلعوا منتج جيد جدا ومكمل ولو ما كانوش دول نزلوا العصمة الإدارية يمكن ما كانش سرعة النمو العمراني للتطوير العقاري والإسكان بقى بالحجم ده هل ده كمان يعني بينطبق على العالمين الجديدة يا فاند؟ العالمين طبعا بتجيب بلتنين يعني احنا شفنا مشروعات كتير جديدة بتتطرح الفترة الأخيرة يعني في منطقة راس الحكمة وجنب بعد كده سيد يحنيش يعني شفنا مشروعات كتير جدا يعني الناس أطلقوها الفترة اللي فاتت ثم أنا ما زلت العصمة الإدارية هي المشروع الأول وأن العالمين أكيد مشروع ضخم السؤال مشروع التاني وبرضو لولا الدعم الضخم جدا اللي قولته الدولة واجتماعات مجلس الوزراء بقت هناك ومؤسساته طول فترة الصيف ودعم بس الدعم الأول كان العصمة الإدارية برضو هل هذا خلق مومنتم زخم على منطقة السحل الشمالي كله مش العالمين؟ طبعا خلق زخم جامد جدا بقى كمان القطاع الخاص الكبار يعني المطورين طبيعتهم اللي في السحل الشمالي مش الصغيرين صحيح المطورين كبار فالمجموعة بتاعتهم قعدت تتنافس أكتر وظهرت الصفقة بتاعت رأس الحكمة فزودت مومنتم المنافسة المنافسة الإيجابية اللي بينهم فأنا بعتقد أنها خلقت منطقة تانية ومصر محتاجة أنه يبقى فيه قطب في ناحية الشرق وقطب في ناحية الغرب عشان التنمية متبقاش مرتكزة على منطقة واحدة بالعكس إحنا محتاجين جدا شد النمو العمراني نحو الغرب بشدة عشان يستوعب الزيادة السكانية كل الحاجات دي يا فندم يعني إزاي حطت مصر ما بين الأسواق العالمية؟ بالنسبة للسوق العقاري المباشر في المنتجات اللي بنتكلم فيها إحنا سوق شرق أوسطي مش سوق دولي يعني إحنا بإزاي سوق دبي إن بيجي ناس من الشرق والغرب وأوروبا وأفريقيا ويشتروا إحنا سوق قوي في المنطقة سوق شرق أوسطي ممتاز بدون أي تردد يعني عشان نتحول لسوق دولي بقى ويجي لنا مشتري من أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية أو دول تانية أعتقد إن إحنا فيه عندنا مناطق أخرى مرشحة للنوعية دي من المستثمرين أو المشترين عندنا مناطق البحر الأحمر لأنها 70-80% من السنة مؤهلة عندنا أماكن كتيرة جدا تستطيع إنها تنافس دولي صحيح ويجي عليها مشترين من أوروبا بدون جهد الدولة بيجي لحدهم من سنين وبيعيشوا بيقيموا عندنا مشروعات رائدة جدا عمالة القطاع الخاص في البحر الأحمر عليها إقبال دولي غير عادي ولا تصنف شرق أوسطية زي الجونة فعندنا برضو منتج بس أنا بعتبر المنتج الدولي في مصر منتج العقاري الدولي في مصر اللي بياخد جنسيات تانية أخرى وبيجذبها هو منتج البحر الأحمر طب يعني بعد كلام حضرتك ليه الناس يا فندي من الفترة الأخيرة دي بنسمعها بتقول إنه ممكن يحصل عندنا فقاعة كرية أنا مؤمن مش حنسميها فقاعة يعني لأنه معناها إنه في وقت معين ويحصل فيها مشكلة ميجر غير قابلة للسيطرة أو أنا مش بعتبر إنه ممكن تحصل مشكلة بس مش ضخمة بمعنى كلمة فقاعة لكن بعتبر إنه إحنا بنوصل لمرحلة الساتيوريشن اللي التشبع ما بيقدرش يعمل تصاعد سعر إضافي للمشتري أنا دايماً بشتري عشان القيمة العقارية بتقدر تسيد قيمتها لما أنا ما قدرتش أعمل إعادة بيع وإعادة البيع دي عوضت لي الإستثمارات بتاعتي فأنا بتوقف فالساكا دري ماركت اللي هو سوق إعادة البيع لما بيتراجع السوق الرئيسي بيتراجع إحنا إلى الآن ما حصلش كده رغم إنه برضو فيه تعريف مهم جداً إن القيمة العقارية لما نشتريه الأسعار الحالية هي أعلى من إنه تحقق عائد كويس فبتقل هي ما بتنهارش لأن إحنا شفنا الفقعات العقارية الحقيقية قدت لإنهيار قيمة العقارات لأقل من قيمتها ونص قيمتها وقل من نص قيمتها زي ما حصل في 2008 وأسوأ كده إحنا مش معرضين لده ده يسمى فعلاً فقع عقارية لكن هل أنا قيمة العقارية هتنزل للنص مش بس مستبعد محدش أبداً ممكن أن توقع لكن يحصل طباطه مؤارد أن يحصل طباطه الفترة الأخيرة شفنا كلنا فيه تقارب ما بين الملف العقاري ما بين مصر والسعودية حضرتك شايف ده إزاي؟ السعودية طبعاً ما يحدث فيها حجم استثنائي تاريخي في النمو العمراني لم يحدث من قبل ويجب أن نحن نبصله كويس وندرسه كويس ونفهم دورنا فيه كويس في الاتجاهين لأن الجماعة في السعودية وفي مصر فيه تكامل بينهم ضخم جداً جداً من ناحية الفنية فيه كثير جداً في التنمية العمرانية شركات نشأت في السعودية متطورة جداً أخذت كويس المصرية فيه سعوديين سأشاركوا مع مصريين فيه سعوديين وشركات سعودية بتشتغل على الأراضي المصرية دلوقتي أنا مش هقول الملف العمراني مصر والإمارات والسعودية فيه بينهم تكامل اقتصادي على مستوى النطقة استثنائي بشكل أوسع بالضبط فالموضوع مش مرتبط فقط بالنحية العقارية هو مرتبط بالحالة الاقتصادية العامة حالة الاستثمار العام الأفراد كشعب هنا وهنا والمحترفين بين هنا وهنا فيه تبادل خبرات حدرك شايف ده زي؟ بيحصل هما بيدوروا وإحنا بندور على الفرص المتبادلة وعلى التعاون بتلقائية شديدة جداً وببساطة شديدة جداً وبشكل إيجابي أنا كل يوم بشوف نطج أكتر في العلاقة دي هل التعاون ده يعني بيوسع الكطاع العقاري ما بين السعودية ومصر مثلاً التعاون ده بيكون فيه تطوير بشكل أكتر؟ التعاون ده بيفدنا لأن احنا عندنا خبرة كويسة وعندنا منتج جيد وجزاب للآخرين وبيحاولوا أنهم يستفيدوا من التجربة وأن احنا نتكامل معاهم وشوفنا شركات مصرية بتدت روح وشوفنا شركات سعودية بتدت تيجي والإمارات نفس الحكاية فأنا باعتبره نوع من من التعاون الميكانزم التلقائي جداً في البزنس في قطاع العقاري بين التلات دول وبيفيد التلات دول وشايف مصر مستفيدة جداً وعندها فرصة كويسة تبيع منتج عقاري مصري أو تشارك في منتج عقاري في الأرض الصعودية وإماراتي صحيح طيب عايزة روح مع حضرتك لجزء آخر يعني احنا دايماً بنتكلم على تصدير العقار شايف إيه اللي معطل تصدير العقار المنتج العقاري المصري تنافسياته عالية سعره كويس كوالتي بتاعته عالية جداً احنا ما بنبذلش جود كبير إن احنا نروح للناس ممكن نبذل جود أكتر لكن احنا لازم نعرف إنه احنا بنجذب مشترين طيب هل المشتري اللي موجود في الدول العربية بيجي يشتري وأعداده بتزيد وكده هل ده بسبب إن أنا بقول عندي تصدير العقار لأ أعتقد إن ده حصل الفترة الأخيرة يعني كان في زيادة من الاستثمار الأجنبي ماشي مصر بلد محبوبة بالنسبة للشرق الأوسط والخليج الناس بتحبي بقالها بيوت وتيجي وتعيش وكده وبيدوروا على منتج جيد وكوميونيتي جيدة وكوالتي كويسة وإحنا بنقدر نوفر الكلام ده بس إحنا المفروض نعرضه بس مش أكتر من جد إن إحنا نعرض المنتج بتاعنا نعرض المنتج بشكل جيد نقرب الناس المعارض أنا مع المعارض جدا الجوالات إن الناس تشوفنا ونوصل لغاية عندهم ونقعد في أسواق دبي وسط المنافسة الدولية صحيح وأسواق السعودية ونتواجد بشكل دائم وندي تأكيدات دايما على إن إحنا فيه ثقة وبنسلم وبنحفظ القيمة وبنخدم المنتج بشكل جيد إحنا قريدي بنعمل الكلام ده صحيح بس إحنا لازم نتواجد قدام الناس إحنا نبيع المنتج ده نسواقه كويس المهندس عبد الناصر بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا نورتنا الله يخليك شكرا جزيلا لكي وللبرنامج بشكرا جزيلا شكرا جزيلا